ليبيا ليبيين المناهدين لحكم روما الجائر الا ان العكس هو ما حدث الى ان تحررت البلاد بكاملها من قبضة المحتلين لكن احتلالا من نوع اخر دق ابواب ليبيا مستهدفا نهب ثرواتها ونشر الضمار والفوضى يتخذ من العقيدة سطارا والارهاب والميليشيات وسيلة اخوان ترابلس ومصراط المسيطرين على حكومة الوفاق والواقع بالتبعية تحت سيطرة انقرة والدوحة ارادوا الحفاظ على الدعم العسكري التركي لهم وتدخل اردوغان غير الشرعي في الشؤون الداخلية الليبية فباعوا له الجمل بما حمل من خلال عدد من الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية غير قانونية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا التي تقوم بموجبها بالتنقيب عن مصادر الطاقة داخل الحدود البحرية الجديدة وهي خطوة سكبت المزيد من الزيت على النار في منطقة شرق المتوسط واودت بها الى ازمات طاحنة نعيشها حاليا وعلى الرغم من كافة الدعوات الى التهديئة في ليبيا وسحب المرتزقة واصلت تركيا وبأموال قطرية منهوبة من ليبيا التدخل في الشؤون الليبيا وهذه المرة عبر توقيع اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصرطة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط ما يتيح الانقرة نشر عتاد بحري كبير وخوي في المنطقة في اطار مواصلة خطتها التوسعية في ليبيا وتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتين شمال افريقيا وجنوب البحر المتوسط لكن الايام تثبت دائما ان الطامعين لا يفلحون في مساعيهم بل تنقلب عليهم الاحوال بين عشية وضحاها اشتركوا في القناة